حرب الطائرات المسيرة التي تشنها فصائل المسلحة ضد القوات الامريكية والشرق سوريا دفعت قوات التحالف الدولي الى تشكيل فريق خاص لملاحقة هذه المسيرات قائد مركز التنسيق المشترك للتحالف الدولي الكولونيل ديف ويليامز قال ان العمل يتم بشراكة مع الحكومة الاتحادية والاقليم في مجال تبادل المعلومات ولهذا الغرض شكلنا مجموعة خاصة لمواجهة الطائرات المسيرة وبحسب القائد الامريكي فان الفريق سيعتمد على الانظمة الدفاعية في القواعد العسكرية الامريكية وسيتمكن من احباط الهجمات حتى قبل ان تشن وتسبب تكرار الهجمات بالطائر المسيرة بمزيد من الضغط من الاعضاء الجمهوريين في الكونغرس الامريكي على الرئيس بايدن الذي يتعرض لانتقاد حاد في تعاطيه مع ما اسموه الحرب بالوكالة التي تنفذها الفصائل المسلحة ضد القوة الامريكية غير ان خيارات بايدن محدودة لاحتواء الموقف بالرغم من انه وجه ضربتين جويتين استهدفت الفصائل في العراق وسوريا لكن من دون تأثير مذكر حتى عندما اكدت ادارته ان الضربات كانت مقصودة لردع الهجمات المستقبلية يشار الى ان الفصائل المسلحة كانت ساعدت خلال الاسابع الماضية هجماتها ضد القوات الامريكية في العراق وسوريا وفق استراتيجية جديدة تعتمد نهج الهجمات المزدوجة الصواريخ والطائرة المسيرة في آن واحد في تكتيك تسعى من خلاله الى ارباك المنظومة الدفاعية في رصد ومتابعة الهجومين في اللحظة ذاتها ترجمة نانسي قنقر